وفي اجتماع آخر التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس جهازه حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية محمود ممتاز حيث تم استعراض ملفات عمل الجهاز على مدار العام الماضي خلال هذا اللقاء تمت الإشارة إلى حصول مصر على جائزة شرفية من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن القرارات التي اتخذها الجهاز حول دعم سياسات المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في أوقات الأزمات وذلك ضمن مجموعة من الجوائز الدولية